موسيقى من المصر اليوم صفحة ثلاثة مصادر مصر تبحث إخلاء سبيل الجسوس إيلان وصحف عبرية يسافر غدا من الشروق صفحة ثلاثة بديع شرف يجر سفينة الوطن بحبل بعد تعطل جميع المحركات الدستور الصفحة الثالثة الحلقات القبطية تهدد بالعسان المدى لإقالة محافظ أسوان وكشف المتوضطين في لجوم على كنيسة إدفو وفي سلسلة مظاهرات الجامعات المصر اليوم صفحة ثلاثة مظاهرة في عين شمس تمنع رئيس الجامعة من الدخول وحسام كامل يعلن ترشحه في القاهرة الكومنت اللي كنا نقوله المشير خرق حظر النشر المستشار رفعة السيد النشر يقول لا ده ليس خرقا لحظ النشر في كل أحوال أنا أعتقد أن هذا تصلح جاء متأخرا بعد منهالت التعليقات على الفيسبوك والنت وتصور الكثيرين طبيعة هذه الشهادة بطريقة تخالف ما صرح به المشير تنطوي وأنا أظن أن هناك خلينا أقول عدم سياسة في المجلس الأسكري لأن كان ما الأفضل والأقدر بهم أنهم فورا يطلعوا بعد الشهادة تصريح رسمي يقولوا في طبيعة هذه الشهادة بعيدا عن فقة الحظر من عدمه لأن أنا رأيي أن كثر الحظر في معظم القضايا الآن وده كلام ضد الديموقاطية وكان من الشفافية أنه يتقال بالزبط إيه اللي حصل في المحكمة هذا كان حيامنا على الكريلة والقالة بالتأكيد بالتأكيد يعني أنا أعتقد أن المشهد الملتبك اللي احنا بنعيشه النهاردة جزء أصيل فيه عدم صدعة اتخاذ القضايا ببساطة وإحنا هندخل دلوقتي على ضباط النقل والجماعات وإلى ذلك ما فيش مجموعة إدارة أزمة رغم أن القوات المسلحة كان دايما بتدي محاضرات في إدارة الأزمة لكن ما فيش مجموعة لإدارة الأزمة تشكلت وتاخد قرار فوضي في هذا الكلام لكن جدوة هذه التصليحات هي تأثيرها لا أول السؤال المهم هو ما حدش طلب ضرب النار منه ما حدش طلب منه ضرب النار طب لماذا كان تنحم مبالق لماذا تخلى مبالق عن السلطة لماذا أجبرها على التخلي عن السلطة ببساطة إيه الأحداث طبعا إيه الأحداث التي وقعت الآن يعني يبدو إن كان الرجل طيب جدا وما فيش أي مشكلة وقالوله بقى يعني الناس غضبانة فتوكل على الله والمساء المشهد بسلاسة وهكذا الحقيقة فيه غموض شديد جدا في المشهد وبالذات فيه تفسير الثورة وما حدث من القوات المسلحة المصلية والرئيس المخلوعة فيها يعني حيباب مع الأيان بس هنروح على الاجتماع لطارق الحكومة لتعديل قانون الانتخابات أنا مش فاهم هو طارق ليه؟ المفتلط إنهم يعني هذا الكلام اتخذ من يومين في جلسة المجلس العسكري مع قادة أحزاب 13 حزن وأخذوا قرار بتعديل المادة الخمسة وهناك وعود أيضا بعمل أشياء أخرى أو بالاستجابة لمطالب الصوار في القائمة وفي العزل السياسي وكلام من هذا القبيل وأتمنى ما يعملوش اجتماع طالق تاني لمناقشة هذه المسائل فيناقشوا أنا بقول لهم وهم دلوقتي يعني خذوا كل هذه القائمة خذوا الأجندة دي واشتغلوا عليها عشان تخلصونا من هذا الكلام وخصوصا إن اجتماع المجلس العسكري بقادة أحزاب عمل انفجارات متتالية في الأحزاب رغم إن أنا مش شايف لهذه الانفجارات سبب بختصار شديد أنا مش شايف سبب لهذا الكلام هناك مطالب للثورة استجابوا للقليل منها وأعطوا عود في الكثير منها والثورة ما زالت قائمة والمليونية ما زالت موجودة وسوف نضغط من أجل تحقيق المزيد فبقول لي خوانا بس في الأحزاب ما تفجروش نفسكم بسبب كلام لا معنى له ولا وجود له الدريبة العقرية قصة الدريبة العقرية قصة طبعا الدريبة العقرية اللي فرضها يوسف بوتوزغالي اللي هو هاربي الآن وما زالت حكومة الشرف مصرة على الدريبة العقرية أنا مش عارف ليه بتحقق قد ايه بالضبط أو بتحقق قد ايه وازاي يتعلموا الحكومة اللي يبدو انها مش عايزة تتعلم حاجة ازاي تتعلم انها تخرج بشكل افضل يعني اذا كان الناس رفضت الدريبة العقرية وبيعتبروها دي دريبة رمز من رموز النظام المخلوع فكان لابد من شرح الوضع للجمهور والشعب وتقنينه بمعنى انه يتقال ان احنا هناخد دريبة العقرية على المنازل المواصفاتها كذا فقط وانتهى الموضوع وانتهى الموضوع واذا كان ذلك يخص قضايا العدل الاجتماعي فانا اعتقد ان هناك اجندة طويلة جدا في قضايا العدل الاجتماعي اضراب عمال للعام هنا هالجع واقولك ان مفيش مجموعة اضارة ازمة مفيش وضوح لدى الحكومة في بطء قاتل في انعدام رؤية سياسية وهي دي المشكلة مشكلة ما نمر فيه الان وما نعبر به الان هو ان مفيش رؤية سياسية في النهاية الرؤية مسألة مهمة جدا انت النهار دا المجتمع كله مليء بالاضابات الفاوية وهذه مظالم حقيقية وقعت على الناس والناس مش عارفة تعيش وانت مش قادر تقرب من الذين اتخموا بالسروات وبالرواتب والمهاية والمزايا انا عايز افهم انت ليه مش بتقرب من المستشارين اللي هما بيقدوا مليارات حصيلة المستشارين دي مليارات انت ليه مش بتقرب من السنديق الخاصة انت ليه مش بتقرب من الغاز اللي هدتوه لسرائيل بلا شرعية في موضوع التسعير واسبانيا ايضا اذا انت لو وضعت الاجندة العدل الاجتماعي وهي دي اللي هتنفجر في واجه الجميع في الفترة القادمة وهي دي اللي ممكن تصنع ثورة اخرى بس ثورة مهمشين وجياع باختصار وهتبقى اخطر كتير وانا بحظر من هذا الكلام اذ لم يكن هناك وعي من الادرسة انا طبعا حطت ايدي في الشقة من الحكومة الحكومة فيه وزراء محترمين لكن انا بتكلم الحكومة ملهاش ارادة سياسية الحكومة ما عندهاش خيال سياسي الحكومة ما عندهاش مجموعة اضارة ازمة مش عرفة فاوض مش عرفة تنهي ازمات طيب على طول على اخلاق سبيل الجسوس ايلان والصحف اخرى بتقول يسافر غدا ايه بقى المصنى الان انا اعتقد ان المشكلة انتهت وانه هيتم نوع من تبادل المصر هتاخد شيء والكان السيهون هياخد ال 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 الigmat ودي مش اول مرة يعني والجواسيس اللي بتطيبط في الحالات دي وظفتها الكده بالمناسبة عشان الناس بس ما يتهموش المجلس العسكري انه بيفضل لا لا هو ده بيطيبط عليه في وقع ما وممكن بالمناسبة تبقى وقع مشكوك فيها لكن وظفته انه يتم تبادله بشيء احنا عندنا اطفال في اسرائيل عندنا اصرى في اسرائيل مسجونين وعدادهم مش بسيط وانا اعتقد ان الصفقة اللي بتتم لها ملامح في هذا الاطفال كلام كبير هنروح على الشروق الاخوان تنفي لقاء مسؤولين امريكيين وقالات في الجامعة والاخوان يتصدرونا الاخبار يومين دل ما بين موضوع الوفد وما بين موضوع الامريكا وخلافة احنا خلينا نتفق الاخوان اقبل تنظيم سياسي موجود في البلاد فكرة انهم يقابلوا مسؤولين امريكيين او ما يقابلوش انا رأي دي قضية لازم نخرج منها مش كل شوية نقول بيقابلوا الامريكان وينفوهما وانا رأي هذا خطأ وهذا خطأ المفترض ان الكتل السياسية والاحزاب السياسية في النظام الديموقراطي لها بطلق الحرية في النهار بتقابل وبتقدم حتى لو كان عدو بالضبط واحنا بنشوف ان لما بيبقى اي رئيس في زيارة اي دولة اوروبية بيقابل بتوع المعالضة وبيقابل بتوع الحكومة والمعالضة بتاع المعالضة بيد تقرير لبتاع الحكومة بما تم في هذا الاجتماع وده طبيعة النظام الديموقراطي فلا يجب ان الاخوانيين يكون ليه اثر سلبي اكتر ما يكون اثر بالضبط انا رأي انهم لازم يخرجوا من هذه الحالة ويقولوا نعم قابلنا بالضبط مع عشان كده اه مع عشان كده انا بقول كل واحد يمتلك الشجاع ويقول نعم وهذا حقي المشروع اننا قابل وفاوض واتكلم باسم مصر لاننا جزء من النظام السياسي هي اللي هتقول بقى بالضبط هنروح على التصريح طبعا شرف يا جرس اه احنا اتكلمنا في هذا الكلام بالضبط احنا اتكلمنا في هذا الكلام وانا اعتقد حكومة مشكلة الحكومة الحكومة اولا خليني اعمل فيتو على تعبير حركات الكبطية ودي جالة الدستور انا رأي ان ما فيش حركات كبطية في مصريين اقباط غاضبين نتيجة عدم اعمال القانون ودي مسألة ودي مسألة في غاية الأهمية ودي يعني كل يوم بنسمع هذا الكلام بنوا مجمع اتعمل كنيسة اتحط عليه صليب اتدخل بعض الناس وهدوه نتيجة احن وفتن ونوع من بس الشائعات لكن المشكلة الحقيقية ان دولة القانون مش موجودة الدولة اللي موجودة دولة القبائل اللي بتعمل جلسات صلح وعل فيه وهذا كلام لا يليق بمصر طيب بعض من مشاكل اللي ممكن لو تم مراعاتها حيتم او تجنوبها ممكن يتحلق شريف الملف الملف القبط ملف قرون العبادة الدور العبادة الملف القبط مفيش حد بيقلب منه طب ووقع لظالم حقيقية على المصريين الى متى يا فنو الاخباط الى ان تأتي حكومة جريئ منتخبة من الشعب وتقول احنا في دولة مواطنين ودولة قانون والجميع سواء طبعا طيب متوقع ايه اللي حيحصل في هذا الموضوع تحديدا في موضوع أسوان ها يتعمل جلسة صلحة ها يتعمل جلسة صلحة ها يتدخل الشيش ويدخل الأسيس ويحضنوا بعضه ويبوسوا بعضه ويهدوا النفوس ولكن تظل المشكلة تحت الضماد او تظل النال مشتعلة تحت الضماد واللوف الابط ملف معاقد جدا وبيعبز به الكثيرين وبيعود بمجتمعنا للخلف وحل الوحيد ما فيش غيره دولة القانون والمواطنين المساواة في المواطنة اتمنى في مصر الجديدة